لنفترض أن اقتصاد الولايات المتحدة سيواجه حالة من الكساد أو حتى ما هو أسوأ من الكساد ولنفترض أنك كرئيس لمجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالية تريد أن تفعل شيئاً لوقف هذه الحالة أول إجراء ستتخذه هو أنك ستخفض معدل الفائدة التي تخضع لها الأموال الفيدرالية وهو المعدل الذي تقرض المصارف عند بعضها البعض لليلة واحدة ففي حال أنك كاحتياطي فيدرالي قررت أن تقلل معدل الفائدة بينما رفضت المصارف القيام بذلك عندها يمكنك طباعة كميات جديدة من العملة كاحتياطي فيدرالي ومن ثم تستخدمها عادة في شراء سندات حكومية قد صرت الأجل وفي الوقت ذاته سوف توضع العملة التي تم طباعتها مؤخراً في المصارف سيترتب على هذا الإجراء انخفاض الطلب وارتفاع العرض وبهذا ينخفض معدل الفائدة المفروض على أموال الفيدرالي ولكن ماذا يحدث في حال أنك كفيدرالي واصلت القيام بهذه العملية التي تؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة على قروض الليلة الواحدة إلى أن تصل تقريباً إلى 0% ماذا ستفعل عندها؟ ماذا ستفعل إذا كان الاقتصاد ما زال يعاني من أزمة كبيرة؟ يمكنك الاستمرار بطباعة العملة ولكن استخدام هذه العملة في شراء الديون قصيرة الأجل لن يساعدك وذلك لأنك تستطيع أن تخفض معدل الفائدة على قروض الليلة الواحدة التي تتم بين المصارف أكثر من ذلك لكن يمكنك شراء أوراق أخرى وقد تكون هذه الأوراق عبارة عن أوراق خزينة طويلة الأجل أو قد تكون أي نوع آخر من الأوراق المالية مثل الأوراق المالية المضمونة بعقار أو ديون تجارية لا يكمل الهدف من طباعة هذه العملة في التحكم بمعدل الفائدة المستهدف فقط ولكنه يهدف بشكل أساسي إلى تداول هذه العملة ولربما من أجل التأثير على بعض جوانب السوق الأخرى وهي العملية المعروفة بالتسهيل الكمي وعلى الرغم من أن هذا هو ما يسعى إليه برناركي في الحقيقة حيث أنه يطبع العملة لشراء أنواع أوراق أخرى تختلف عن الأوراق التقليدية التي يشتريها الفدرالي عندما يريد ضبط معدل الفائدة لا تسمى هذه العملية بالضرورة تسهيل الكمي يمكن تسميتها بعملية تسهيل الإتمان وعلى الرغم من ذلك لا فارق بين كل المسميين يعتقد برناركي أن الهدف من العملة التي تم طبعتها مؤخرا ليس فقط طباعة هذه العملة وتداولها في السوق ولكن يتم طباعة هذه العملة من أجل شراء أصول محددة قد تبدو أنها تشكل مأزقا في سوق الإتمان ذلك لأنه عند طباعة كميات جديدة من العملة وشراء سندات حكومية قد ينخفض معدل الفائدة على الدين الحكومي ولكن بسبب الذعر المصرفي أو أي أزمة أخرى قد لا تتأثر معدلات الفائدة التي تخضع لها هذه الأوراق بالشكل المطلوب ولحل هذه المشكلة يعتقد برناركي أنه من خلال تسهيل الإتمان يمكنه شراء هذا النوع من الأصول